أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا تين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على طرات مستقيم تازين العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أوذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على كثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأزقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن قلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وتباؤنا عليهم أآذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر وكريم إنا نحن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضربنهم مثلا أصحاب القرية إذا جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بذالتي فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أواتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أواتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تاته لنرجمنكم وليمثنكم إنا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أيها ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدوس وما لي لا أعبد الذي فطلني وإليه ترجعون أأتخذوا من ودونه آلهة إن يردنا الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا يوقذون إني إذا لفي ظلال مبين إني آمات بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من بعده من عجود من السماء وما كنا منزلين إذا كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم لا يرجعون وإذا كل لما جميع لدينا محورون وآية لهم الأرض ميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نقين وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا مرى ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنقصهم ومما لا يعلمون وآية لهم الأرض نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه مناصل حتى عادك العرجون القديم للشمس ينبغي لا أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يتبعون وآية لهم أنا حملنا بغضيتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغركهم فلا صريق لهم ولا هم يوقدون إلا رحمة منا ومتاعا إلهين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا على معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذوهم وهم يقصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداس إلى ربهم ينسلون قالوا يا بيلنا من بعثنا من مرقتنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرصلون إذا كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تغلب نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكية ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا آخرات مستقيم ولقد أضل بغاكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم تدعون إصلوها اليوم بما كنتم تكفون اليوم نختم على أطواهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمطنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسقناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكثه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي إله إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق ويحق القول على كافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكون واتخذوا مرادون الله آلهة لعلهم يبصرون لا يستطيعون نصرهم ولهم جود محضرون فلا يحذوها كقولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أننا خلقناه من نقطة من نقطة واق إذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونتي قلقه قال من يحيى العظام وهي رمين قل يحييها الذي أنشى أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأفضل نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يقلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون